سيادة الرئيس إن منظمة أمريكيون من أجل الدموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يعتبرون الثاني من يناير 2016 الذي عدم فيه 47 سجينا واحدا من أبرز أيام الظلم والاستبداد والانتهاك لحقوق الإنسان في السعودية كان من بينهم المطالب العدالة الاجتماعية الشيخ نمر النمر والمتظاهر محمد الشيوخ والقاصرين علي أربح ومصطفى أبكر والشاب محمد الصويمل وعبد العزيز رشيد العنزي الذي فقد قواه العقلية في المعتقل وتم إعدامه والمعاق عبد الرحمن الفالح ولا تزال السلطات تمتنع من تسليم الأسر الجثامين رغم مطالبات قدمتها أسر الشيخ النمر والربح والشيوخ والصويمل نطالب المجلس بالتحقيق في هذا الانتهاك الغير مسبوق لحق الحياة لمن طوى عليه من مظالمة كثيرة وفق آليات المجلس ومنها المادتان ستة وسبعة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأن مطالبتنا في التحقيق ليست من أجل إعدام 47 في 2 يناير فقط بل أن هناك الأسوأ يوجد اليوم 55 معتقلا يتهددهم الإعدام بينهم 12 قاصرا وأصحاب رأي والغالبية العظمى منهم لم يتهموا بجراءم جسيمة وغالبيتهم تعرض للتعذيب المبرح وبينهم 25 متهمين بالتجسس لإيران محاكمتهم القائمة غير عادلة مع خشية على حياتهم خصوصا مع نزاعات سياسية غير مسبوقة يعيشها الشرق الأوسط وتجيش إعلامي مكثف ضدهم في الصحافة الرسمية رغم عدم امتهاء المحاكمة والتشهير بالمحامين في الإعلام الرسمي إنه لا بد من جراءات عاجلة حيث ارتفعت الإعدامات في السعودية في 2015-80% وفي 2016 حتى اليوم ترتفع النسبة عن العام الماضي 60% كما يمارس التعذيب بكل تساهل على خلاف ما عقبت به السعودية على المقرر الخاص في ثمانية مارس الجاري من أنها تكافح التعذيب فليس أخرض ضحايا المواطن مكي العريض الذي يقتله في ست مارس الجاري تحت التعذيب بعد يومين من اعتقال التعسف دون أن تسلم جثته لليوم إن المسئولية الأدبية والقانونية تضاعف على مجلس حقول الإنسان حيث يستمر في عدم اتخاذ موقف جاد وواضح إذا أعضوا فيه وهو السعودية شكرا سيادة الرئيس